السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من رحبا ومسهلا وأهلا وسهلا ومرحبتين اليوم توي يلس وقول في خاطري أبي أفتح مدينة جامعية وهذا مكان مثالي واكتشفت أنه عند المكان هذا بالضبط فيه سكة اختار غير يعني في عندي اختار هني واخطار هني أم الخرائطة اللي ديدي على فكرة واخطار ثالثة هني ما استود قبل في الخرائطة مش بس سهولة ترى فأبأ أسوي مجموعة اشياء للطلاب هني وأولهم لازم أسوي مدخل رئيسي للجامعة عن طريق الهايوي طبعا أكيد هذا أكيد بس شوفوا الزحمة ترى زحمة الشوارع روعة نار يعرفوا شو نار شوفوا من أفضل نوع الزحمة هذا بيعتبر مافي زحمة عندي بس شوي ترى تقريبا مافي زحمة على التصميم هذا تقريبا مافي زحمة روعة 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 يعني فان اللي بسوي خلنا وقف اللعبة أبأهدم هذا المكان واسوي جسر الجاز تعرفون الشغل شوي مريح أنا بحط الجسر هذا وهذا الجسر راح يخدم المدينة الجامعية بشكل أساسي يعني راح عيب الشوارع أوصلها زين طبعا هذا كالعادة بتسكرها الحينة إذا كان عندي مشروع المستخبري في ناس بتقول ليش طرعتني هني هني سكنية الاخرة الاخرة بتتحول شوي سياحة في المينة هني بتحال هني سياحة هني الناس ساكنة براح تتنقل بينها الأماكن بس الجامعة مساحة هاي يمكن ما تكفيها يعني إذا أنا أقول لكم الجامعة لازم تكون بروحة آآ بشكل فضيع لدرجة أنا أقول لك بسوي هاي المساحة كاملة جامعية معادة حتى المواني بتكون جامعية يعني حق الجامعة نزين مساحة جامعية كاملة يعني هني مفروض ما يكون في شيء إلا جامعة جامعة خاصة منفردة ما فيها أي شيء يعني زحمتها فقط طلاب الجامعة فمفروض ما يكون فيها الزحمة حتى الخرافية فبالتالي دوار واحد نفس هذا مفروض يكون أكثر خلينا نحط دوار كبير دوار نفس هذا أساسي يسار مبنى الإدارة بيكون ويمين راح يكون عندنا الهذا لا إله الله المباني الدراسية يعني خلنا أول شيء نوصل الشارع الرئيسي حلو نحن عدلنا الشارع ففعليا مش محتاجين نوقف اللعبة أكثر خل خل الناس تروح يدربها الحينة وهذا ليش ضرب يتيرن سؤاله ليش هي ينتهني آه أوكي بيرجع مرضاني مضيع شكله نزين فبنبدأ في شارع أساسي يعني تخيلوا تكلم عن جامع أنا الحين قاعدة تكلم عن جامع نزين قاعدة تكلم عن جامع نزين سوي شارع سيدة آه أوكي هذا ما يسوي سيدة لأنه أصلا الشارع غلط أنا أتكلم عن جامع الحين تكلم عن جامعة هوغورت سايمون هاري بوتر ما تشتيبها الحجم هذا نزين فالتون الناس اللي بتروح الدراسة بتصير بعيد فبنبدأ أول شي بنحطي لنا مكان إداري على البحر هنا مش تشكل هذا نزين المكان إداري شارع كبير والشارع الثانية صغيرة نفس الشي ينطبق على النظام الثاني تقريبا أحطي تقريبا نفس المكان ما عندي مشكلة ما عندي تحفظ يعني نزين في ناس عندها تحفظ بتقول مش سيدة مش ثلاثة ميلي لازم تتي بيسار حقها الثلاثة أشخاص بقول أوكي بحطي ثلاثة ميلي يسار واختصر على عمري وقت نزين فبنحطي هذا التي هني وبنبدأ بالمبنى الإداري للجامعة الجامعة أنا ما بنيت أي جامعة في المنطقة هناك والسبب الأساسي خلنا سوي هني الجامعة أني ما بنيت جامعة هناك خلنا سوي كلها جامعة هذي صبر نزين ما بنيت جامعة هناك لأني أنا بطلاب أتي هناك ما بطلاب يروحوا هناك ما بطلاب يروحوا هناك ما بطلاب فأبني كليتين المشكلة إذا ببني كليتين لازم أستغني عن مساحة وسويها كلية ثانية فبنشوف كيف لأنه لازم أكسمها نصين يعني لأن الحين إذا حطيت هني كلية شوفوا لا صبر بخبركم وشوف براويكم براويكم إذا حطيت الحين هني كلية فنون صح؟ بنشوف هذا المبنى الإداري لكلية منوء الفنون الحين بسير على مثلا إدارة الأعمال بيقول لي أهى أقدر أحطيهم أوكي أنا أعسف أنا غلطان خلص الوضع حل ما دل ليش أنا في مخيلتي أنه ما يستويه نزيل خلنا نحط كلية الفنون أوكي لأن هذا بروح مشروع الجامعة مشروع طويل نزيل التنقلات الخارجية من الجامعة بتي عن هذا الطريق لأنها الشوارع الوحيدة اللي راح تكون كبيرة ترى بالطريقة هاي التنقلات الخارجية كلها من وين؟ من هنا ومن هذا المكان راح تكون كلها شوارع داخلية ممكن أسويها تقريبا نفس الشكل بس ما عندي تحفظ قلت لكم ما عندي مشكلة أنا نزيل أول شي بنسويه المترو المترو مش المترو خلينا نحط إصاصات الجمعة سلسات الناس التي نزيل بندخل بندخل كلية الفن اللي حطينا لها شو مكان فالحين شو اللي اللي بأسوي محتاج أسوي شوارع كثير على أساس هني بتكون مباني إدارية موادر شوي إلى آخر أدميشنز وهي السوال فنزيل الحين من هنا ما فيش ورع ولا مفروضا من يمشي شارع كبير صراحة ولا يتحول لشارع صغير السيرين الين هنا احتياطا احتاجنا نسوي شي نحطي شرطة نحطي شي نحطي ما نعرف المشاكل التي تستوي عند الطلاب فالجامعة لازم بما نهبها الضخامة يمكن نحتاج شي ما نعرفه فبحطي احتياطا للمستخبل هذا الشوارع الفنان هاي نزيل شوارع الحشيش هاي نزيل فبنبدأ نحطي لهم مثل ما تقولون liberal arts هاي مثلا السكن هذا السكن خلوه أول اللي شو اسمه بنخليه أول اللي هذا السكن بيكون عبارة عن هذا الشوارع السكن لا مش قريب الهايوي لا 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 خلال السكن على البحر كل هذا البحر و اسكنهم شو اسمه اسكنهم عشارع ليش نزيل هذا السكن الاول not in campus area ليش liberal arts اوكي ground keeping drama club الى اخرى الى اخرى fountain arts commerce office art club auditorium media dance club school of education school of economics نزيل هذا معناه not in campus area وو خلي نحطي اللقاعة الدراسية اول شي نزيل بشوف شو موضوعهم و ليش ما راح يرضى معي انه نحطي يول شي الشوارع يمشون فيها الطلاب اباهم يمشون على البحر علينا هذا المكان يمشون على البحر اهني لين يرجعون مرة ثانية هنا نزيل ولا مبنع يعطيني not in campus area اوكي فالحين انا في ورطة ثانية خلونا نشوف هذا وين يركب مست بي بلايسي مست بي بلايسي مست بي بلايسي نزيل not in campus area انترستنج 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 وويد انترستنج فلازم اوسع من الادمن لاني ماوسعت من الادمن فما راح يرضى خلنا نشوف الحين اندستريز يقول انا حاط اندستري اريا اه انا حاط اندستري اريا يا لذكائي يا الله انا شو مسوي يا ياب العيد حط لهم صناعية بدرسهم في صناعية وانا اقول شو السالفة شو قاعد يستوي شو وطلعتنا الحبيبة بدرسهم في صناعية نزيل فلنشل هذا من هنا تقريبا يعني جيد خضر المكان وبنحطي لهم الحين مرة ثانية السكن ما لهم هنا اوكي وبنحطي لهم مختلف الكليات الحين اول شيء انا لاحظ ان هذا اساس يتطور اكاديمك ستيتوس وهذا بنحطي عند السكن على البحر عبا يكون على البحر يعني بالطريقة هاي وهم يعني يتمشون وبحطي لهم الى اخرى بنحطي اوفيساتهم قريبة منهم معادل مبنى الاداري بعيد نزيل وبنحطي الحديقة ما لهم مين هذا الفونتن الفونتن راح يكون عند الادارة بشكل عام طبيعي هالحال نزيل وبحطي اللي هي اوتدور ستادي لبرال ارت نزيل الحين هذا بنحطيه واحد هني واحد هني اوكي وعنه واحد شغلات الجن مثلا الجن الجن بيكون طبعا اكيد قريب لهذا السكن نزيل والسكن لازم يتعبع الحين قبل ابدأ اكمل انا بس بيضغط عليه نزيل محتاج الناس تروح وترد الطلاب الحين من وين يوني 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 من آخر الدنيا صح ولا لا فعساس اني هقدر اوفر لهم مكان لاتم وفر لهم شو مواصلات فخلنا نوفر مواصلات اول شي نزيل خلنا نروح اول شي المترو اللي فوق منه الارض اوكي المترو هذا بيكون هني جنب هاي الادارة ولا جنب هاي الادارة اه ولا بيكون هني ما بيسوي لهم وايد حشرة تسوكي عادي وبنحطي لهم لفة بالطريقة هاي ولفة بالطريقة شو هاي صار عندنا هذا متوصل وبكلمنه المدن الحين حطي لهم تور من هني بسوي سكب ما باهم يوني الصناعية أصلا باهم يونه هني هاي المدينة يمكن يروحون الحديقة ولا شي ويرجعون مرة ثانية هذا اهم شي ولا كيف بيقدرون يروحون ويرجعون ما بيقدرون هذا المصيبة الثانية تماما والجامعة اللي تشوفونا هاي ترب بتتعبه ما بتشوفونا فيها مكان فاضي يعني الحين لنا ما من فايدة أصرف تكلفة وأنا ما عندي كم طلاب صح؟ فالحين محتاج أي بالطلاب يوم يستوي عندي زحمة بعدين بزيد زيادة الحين سل المدرسة عندي ألف واحد ألف واحد وايد مش شوية الحين بسوي شي ثاني بعد أبقى أسوي مينة حقهم فالمينة راح يكون بالطريقة هاي وراء لهذا شوي مبعد عند يوقف المينة هني راح يضم مجموعة الشيء عادي يكون فيه صيتهم أكثر أنا ما عندي مشكلة ما راح يكون احتكار على شي واحد بس نبه نضف المكان هني شوية ونحطي لهم هذا غير هذا خلونا نسوي بالطريقة هاي أيون عنده يستنسون عند البحر أما الباقي هني غير هذا مكان شبه رسمي راح نحطي سفينة هني صغيرة اللي هي الفيري الصغار هاي اللي عرفت وين من هني تقريبا محتاجها مكان حلو مكان حلو هالفيري الصغير من هني هني الين عند باب ورا الإدارة ولا هني مرتفع بوايد أحسى عن البحر أوكي خلنا شوف نكون مواصلات مكان واحد هل هذا اختيار جيد ولا سيء مش بوايد أحسى مبهدل بس ممكن يستوي أحسن إذا سيب الطريقة هاي إن شاء الله ما يعاند معاي ونسوي بطريقة هاي ونسوي اه اوكي راح يعاند معاي بسوي شارع هني بالطريقة صبر ديش زين ما اشل هذا حركة شوي يسار اشل هذا شوي بحركة يسار باستوي الوضع سنبتيكا من هنا ما راح يستوي اوكي ما عندي مشكلة بس الحين اقدر احطي مسرة ولا مجال للطلاب يتنقلون عن طريق البحر للمدينة اللي هي بالطريقة هاي طريقة هاي طريقة هاي طريقة هاي طريقة هاي ونحط الديبوت هذا اللي يطلع السفن احطي مكان نقدر نحطي عند الطلاب بعد نوع من الخدمات بس ما احسى افضل شي بس بس ممكن بحطي اهني وبطلع هذا من هنا وهذا ما لدى ايضا لطرف واحد يكفي اذا ذاكرتي ما كانت غرب انزلين وبحطي تاكسي من هنا لين وتاكسي ترفع لي انا لين هنا بيطلع من طرف واحد ولا ما بيطلع هاي يطلع اوكي اوكي فالحين بستوي عندنا زحمة سفن حبتين ترا في المكان بتستوي عندنا زحمة سفن بس الحاصل ان هذا لازم وصله بالطريقة هاي وما ما يحتاج الطريق ثاني المفروض ما يكون في هذا المبنى صنع عليه زحمة نزيل فبالتالي لحظة خلنا هذا بعد مد منه شارع صغير طريقة صغر فيها الشارع لاني أبقى صغر من الصبح اوكي ما احتاج شارع اكبر فبالطريقة هاي حطينا اساسات للجامع الاساسات ان نقل الطلاب مزين نقل الطلاب من مكان لمكان الجامعة كم طالب فيها الاشياء ما شاء الله نجرب ثلاثمية طالب ثلاثمية وثلاثمية وثلاثمية وثلاثمين طالب ولالحين عندي ناس متعلمة زيادة في المدينة تبتيل تبتشوف تبتسوي مزين خلونا نحطي حديقة صغيرة مكان بدون حديقة ما يسواء بس ايش تكون من هالسوار فهم اصرا. هي يحتاجون خدمات خاصة اذا حطيتم اهنية. زي نحطي لهم الجماعة. بنحطي لهم اهن هذا مفروض يكون كفاية. حطي لهم كاشف الحرائق. الراجو. يحتاجون هذا حاليا يحتاجون عيادة حاليا يحتاجونها ما يحتاجون حاليا. اوكي. همرهم طيبة بس يحتاجون الجماعة المطافي حاليا. وهذا اللي بنوفر لهم. فالحين اللي صار عندنا صار عندنا جامعة بعيدة على 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 مستوى بعد يعني كبير من المدينة ليش. اللينا اللي يشفون راح يتعب أساسا. انا اقول لكم ياه من الآخر. انا اللي اذكرها الحين يمكن ان كانت حاطة الزون غلطة. حين خلونا يشوف. شوفوا. ما تقدر تحطي شيء. انو فيرستي دور متري هذا. سكن. ما تزيل. استادي هول. هاي جامعة عادية. فانا احطي اهني في البداية. كم من رونج اريا تايب. نايس. يعني الحين ما اقدر حطي الله هايل. السكن هذا صح. بما ان المكان بعيد اتصور الطلاب بيسكنون هنا ترى. من تصور الشخصي. فبيستوي عندنا جامعة يعني ما شاء الله ضخمة مش صغيرة. خلنا نشوف. ما في ناس كثير يون يدرسون عن هذا الطريق. لحظة خلونا خلي نوع من انواع المواصلات. اه اه اوكي نايس. واو. واو. فاير. فاير. ما زين. انحيا خلنا نشوف. لان اصلا ما كان في حد يقدري يهني اصلا. ما زين. وخلنا نحطي فوق هذا. نقطة بص. من نص المدينة لهني. اوكي. من نص المدينة. لين من عند المترو هذا. من عند هذا المترو وين وقف الباص الحين. الباص ما يقدر وقف هني. بوقف هني بيمشون. زين. ووقف قريب الحديقة اللي هني. باسيدة يمشي خذر لامكان. ووقف. هني. وتعال. هني شوي خربط واني. اوكي. تمام. فالحين بيشتوي هني باس. للنقطة هاي. ويقدرون الطلاب يروحون يدرسون نظريا. يقدرون يون يدرسون هني. على حسب احتياجنا بتم زيد الجامعة. يمكن نقسم الجامعة نصين. اغير ترتيبها شوي. بس على اساس تلائم انه يكون عنا نوعين جامعة. او اكثر. لان المكان كبير. واقدر ادرس معظم الطلاب هني. بس بس بس. طبعا اهني يزيد احتياجنا للسكة. كن ما يستيقى عندنا شي نفس هذا. والكهرباء عنا طبعا اكيد بيض. بخلونا يزيد ميزانية الكهرباء. الخبيعية.助حة وستعمة جيد。 اهن هني بحطي عماير. هني عماير بالطريقة هذي. وجنبهم أبا بيوت بدور طريقة عقب بنظم الموضوع أكثر بس الحين أحس أنها الطريقة جيدة أن العماير ما بين البيوت الفرقية الكبيرة ما بينهم في الشكل تخلي في توازن شوي في الشكل المدينة تخليها حية أكثر أحس شوفوا الحين لدينا مناطق قوية مرة 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 قوية نفسهاي وما في الزحمة الحلو فيها ما في الزحمة الخرافية يعني عنا أوكي هالمنفذ شوي الزحمة بس معادة ذلك أمور طيبة ما في شي يعني أمورها طيبة هنشوفها ماشين العالم من تحت من فوق من كل مكان هالنقطة ليش في الطريقة هاي توي انتبه لها لحظة خلنا هاي النقطة نرفعها ولا ننزل الثنتين ننزل هاي من المستوى اللي هناك وننزل هاي تحت شوية وهاي شوية ننزلها أوكي نقدر ننزل المستوى هذا يستوي شكله شوي منطقي أكثر أوكي أحسن شوي أحسن موبايد أوكي بتشوف لتعديل عقب بتشوف لتعديل ثاني بس يعني الموضوع مش شغال فوق الشغال فوق الشغال أنت وبرويكم بس يعني شوفوا الزحمة ما شاء الله ما في عندي عشر تاراف شخصانا في المدينة و الزحمة يعني قليلة زحمة قليلة ما بقول ما في زحمة زحمة قليلة جدا بالمقارنة هنا في حدي 54 شخص أوكي نايس 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 طلاب عندي ثلاثمية عندي ثلاثمية من الف ثلاثمية فما بزيد أي مساح طلاب حاليا أنا خاف أنه نحتاج نرد نرتب المكان أساسا نحط الجامعة نوع ثانيا هذا الشيء الوحيد بس معادة ذلك هاي مش بتكون الجامعة ضخمة وبس بتكون جامعة في العلالي يعني يعني ترى كله نقدر نسوي نحول هذا هنا ونحول هذا يمين والفونتن ما لا يمين وخلي الصوب اليمين مثلا مدرسة كلية فنون وعلي يسار مثلا تحت كلية البزرز وعننا ثلاثمية وشوية ستين شخص الحين تعليم هال الأشخاص اللي هناك يعتمد على التعليم في المدينة الحين نقدر نرفع شوي مستوى التعليم في المدينة إذا أنا رفعت شوي رفعت المستوى هنا ما عندي أي مشكلة لأنه في جامعة تتلقاهم تقريبا فما بيكون عندنا مشكلة شوفوا اللي يجب السبعمية وشيء اللي موجود من تعليمين أقل فبنحطي مدرسة في الوسط هنا أوكي وبنحطي الثانوية أوكي ما ما نحتاج مدرسة الثانوية أكثر مدرستين هاي اللي يغطون تقريبا المدينة كامل بس يدخلون يعني لأنه اللي محتاجين يدرسون 1200 وشوي وعندنا 2000 مكان حق الطلاب فمش محتاج يخسر فلوس زيادة ليش يخسر فلوس زيادة وفي نوع شي ثاني عفكرة نقدر نحطي وايض شغلات بالنسبة للجامعات هنا مركز علوم وغيرة إلى آخرة وممكن تستوي تحول المكان السياحي يعني حتى الجامعة من الأماكن اللي ممكن نحولها هني سياحية نفس الحديقة نحطي مركز علوم وغيرها نتحول المكان المكان هاي اللي تشوفون يستوي سياحي يعني بالناص هني ندفعهم فلوس الحين اللي بنحتاجه إذا بنسوي عندنا هالمكان نسوي مينة يوصلنا كل شي هنا والمينة هذا يحتمد يحتمال أن أطلع منا خطار من هنا سكة خطار موازية هذا الشارع هنا نطلع هنا نطلع من فوق هنا من فوق الجامعة ونوديه للبحر هذا في حال أنا بغيت أحطي لي الحين شو مينة عندي مجال لأن أقدر سوي هنا سيستم مواصلات وممكن هنا بعد مقابل الجامعة نبدأ نبدأ تأسيس المطار الدولي بس الحين مطار الدولي هذا بعدين لأن الحين نحن نحتاجين نزيد المدينة شوي تجاريا بس عشان نزيدها تجاريا الحين أبزيد جمالية المدينة شوي يعني الصراحة خلنا نزيد شوي الجماليات خلنا نشوف العجائب هاي نحن نفتحنا شي منهم مزين بس نبق سكاي سكرابر يبقى نصدقون يبقى ناطحة سحاب أول ناطحة سحاب نحطيها على أبواب المدينة اللي هي هنا يعني أنا أحس هنا راح تكون مكان ناس تقدر تشوفها فيه صراحة يقدرون يشوفون الناطحة بس مش بها الطول الناطحة ترى بعد يعني بيكون مكان طيب وشوي بعد الزحمة ما بيكونوا علقين إلا كم من عمارة في الزحمة والبقين راح يطورون زيادة بس هنا إذن بنحطيه بنسوي شوي زحمة نحن هنا بس حتى الصناعية على المين راح يستنسون بحطيه هنا وبشوف تأثيره هنا على المدى بشوف شو بيسوي للحين هذا من تأثيره أوكي؟ كم بيتطورون هايلو وكم بيرفع القيمة الأرضية للمكان لأنه رفع وايد القيمة الأرضية للمكان وشكله بيرفع شكله بيرفع نعم ناس قاعد تتطور من زين؟ بيكون من الشي الحلو اللي يكون عندنا لأن هذا توقع بعد عليه موجهة سياحية يعتبر فنقدر نسوي يعني جولات سياحية شوي كبيرة في المكان وهذا ولا شي يعني مقرر من اللي بي نسويه لأن هالمدينة أصلا مش سياحية هل أعطيكم بها من الآخر المدينة السياحية مفروض تكون في هالجزيرة هني بين كل القوارب كل الأشياء موجودة من الآخر من الآخر الآخر يعني بس شو نوع المواني اللي عنا ما نضافوا لنا شي ديد لا ما نضافوا لنا شي ديد خلنا نشوف ومحتاجين نحن توصيل ومحتاجين صيانة شوارع بس صيانة شوارع بتكون مكلفة وايد وما راح تغطي إلينا الجامعة تقريباً الجامعة تغطيها كم بتكلفني هاي؟ 480 في الأسبوع بس بتزيد فعالية الشوارع مالي فاعتقد إن استثمار ناجح إذا وضع في المكان الصحيح إذا حطينا هني ما راح يسوي شي إذن إذا حطيناه فالمكان اللي أنا أصراً أبقى عبيه من متى ومش محصر سبب فلنشوف هذا بيغطي نفس التغطية بس بيكون مكان أحلى فبيحطيه هني أوكي مكان حلو مينترنستركس هاي هيد الشاحنات 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 تسوي صيانة للشوارع يزيد فعالية للشوارع مالنا ونقدر الناس الزحمة تخفوا هذا تخف لنا في صيانة على الشوارع طبعاً فهذا شي ممتاز بالنسبة لنا وبما أنه يغطي هاي المنطقة زين وايد زين مش بس زين خلنا نشوف الطرق ما أنه هاي سكيب روت ما بس كيب روت أنا ترافك روت ما نباه عنا ترافك هني زين التلوث مش زين بس في أماكن نحنا مخططي لها يعني مش في أماكن عشوائية يعني هني المدينة نظيفة الجامعة نظيفة كل مكان نظيف وإذا بنحطي شي هني مثلاً الخدمة هاي ما توصل لهم عالحين في شي يديد اللي هو هذا ويسترانسفير فاسيليتي اللي هو ممكن يمع كل شي هني بعدين ينقله للريساكلز هذا هذا اوبشن يديد يعني فنان مو يسيب واي التلوث حطيناه في البث قبل وشوفناه يعني بس عنا هني مثل سينات الشوارع على وين واصلة؟ لين هني واصلة والله بس كفاية وزيادة هاي حق الحينة أكثر من كفاية ما بحتاج صيانة شوارع غيرها هاي شوفوا وصرت أربع نجوم شوفوا الزحم اللي عليها نايس 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 كلتركم يزيد هه فايدة تزيد تكد برايز واللي هو أظن مع النجمة تزيد مش غلط أبدا وايد زينة وايد زينة الحديقة هاي كانت مشروع ناجح فالحين عندي الزين في المدينة أنه قيمة المدينة عالية قيمة المدينة نفسه وايد عالي وعندكم هني جامعة لكن هني القيمة الفعلية عالية ومواصلات ممتازة اللي هي بتسوي أساس أكثر من ممتاز حق اللي نحن بسويه حق المستقبل فأنا بالنسبة لي يعني الحين أقدر أروح أستسلي مثلا مطار أقدر أستسلي شي أقدر أسوي شغلات حلوة في بعضكم بيقول لها المدينة ترى مربعة أوكي مربعة لكن أنت عندك المدينة الأساسية وعندك مدينة سياحية بس الحين نحن قاعد نعبي هالمكان بس قبل البدنة الحلقة بس بسوي شي واحد أبي أحطي مواصلات زيادة بحرية لأنه أحس أنه بحتاج بحتاج مواصلات شوي بحرية زيادة بس خلونا أسوي مكان حق القارب بالطريقة هاي أبقى أسوي إلى مكان الشغلات المفضلة أن أسوي مكان خلنا نسوي سيدة بالطريقة هاي طريقة هاي وهذا بخلي فاضي لأنه هنا في حصة وأبقى أصلاً متشارع السبب الأساسي بسوي بالطريقة هاي وبنحطي خارب واحد هني يسوي شوي يزعاج بسيط مقابل مواصلات مواصلات بشكل عام شي مزعج نحطيه بالطريقة هاي وننزله بالطريقة هاي ونقدر نحطي له مجال من الوسط الشوي النمابة يسوي حشرة يسوي حشرة على هني يروح يرجع ياخذ الألفة هناك ويرجع هني بس أبا اختصار من هني لين هني إذا أمكن ما في صح فخلونا أصلاً نسوي ونسوي هذا دوار كبير بحري بحول إلى دوار بحري خلوني أشل هذا هذا بيستوي دوار بحري بممعنى أن كل السفن لازم تدور في هاي المنطقة بالطريقة هاي على أساس أنها تقدر تسوي شي يعني هذا بي من هنا وهذا بي من هنا فيستوي وايد مجال أنهم يتحركون كلهم بدون ازعج يعني خلنا نشغل شوفوا هذا تحرك صح الحين هذا بحطي من هنا لين الجامعة وبرده حلو وبحطي واحد ثاني لين هنا وبرده هنا فبالتالي يشوفوا الشوارع خلوا وين البحر هذا الفص ما يشتغل من زين شوفوا الحين كلهم يروحون ويردون على أساس الزحمة شوفوا بروحهم يستوعبون الشوارع ها يستوعون عندي ثلاث خطوط فما بقى يعني أنهم يسووا لي وايد زحمة وهذا ودنيا وفي نفس الوقت هذا مينة مصغر يعني هذا ينفع يكون مينة مصغر بس أبقى أنزل شوي على المستوى لأنه بالطريقة هاي وأبقى أعدل الأرض اللي تحته لأنه مينة وما يصرحكم بالطريقة هاي بالطريقة هاي الحين منطقي أكثر أنهم يروحون ويردون شوفوا هاي عدد القوارب طيب يعني وهذا ممكن أحوله من هناك لين هنا وأحطيه على الخط بما أنه عندي مساحة هنا أقدر أمد ما ندعي أسوي زحمة هني في الخليج الضيق اللي أنا باني أصلا فيه مينة وباني فيه وباني 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 فيه وهني أقدر أسوي بعد مراكب صيد وغيرة الناس تسترزق بس المواصلات بعيدة من هني لين هني وهني الناس مكان تمشي ترى يعني في مكان الناس تطلع فيه بحر ما بنسكر للبحر كامل بس شخصيا أنا راضي للحين عن شكل المدينة لأن الشغل كله قاعد يبدأ الوصلات بين السفن هذا كله توقعوا تشوفونا شغلات بعدين بحار إلى غيره والنقطة مهنية لين هني يمين لي صار المهم إذا أنتم ما مشتركين في القناة اشتركوا مهنية شو هذا؟ شير واثار؟ أوكي لأن الحلقة هاي خلصت وفي حلقات غير أبتين إن شاء الله بإذن الله وبعد نشغال على المشروع وبخبركم متى أخلص المشروع يعني الحين أنا مستمتع قاعد أخلص المشروع المهم مشكورين على المتابعة وشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة